اتمنى كلكم بتكونون بخير وصحة وعافية اليوم ان شاء الله رح نتكلم عن حبيت وما حبيت منتجات حبيتها ومنتجات ما حبيتها في شهر جانيوري او يناير بس ودي اوضح ان في واي منتجات شوية تلاقونها قديمة فيبتها معي من السنة اللي طافت استخدمت السنة اللي طافت وعندي رايح فيها وما مداني اقولها بيوتيوب فاليوم بقولها بيوتيوب وان شاء الله عاجبكم الفيديو اول منتجين اللي حبيتهم بالسنة اللي طافت تقريبا اغلب السنة اللي طافت كنت قاعدة استخدمهم فيها او الجزء الاخير من السنة اللي فاتت اللي هما كونسيلر نورز وفاونديشن آر غلاس اليديد اللي هو الاستيك فاونديشن آر غلاس وايد حلو خلنا نتكلم عنه اول وهو وايد حلو البشرة الدهنية شوية رح تتعب معها لانه هو شوية دهني بس وايد حلو وايد سلسوس توزيعها حلو تغطيتها حلوة بس انا ما قمت استخدمها كفاونديشن قمت استخدمها كباس حق الكنسيلر ساعات انا ليش تغطيتي حق الكنسيلر تكون ممتازة لان اول شي احط فاونديشن على كل ويهي فالفاونديشن يغطي جزء من الهالات وبعدين احط فوق الكنسيلر فيصير نفس فيه تغطية قبل الكنسيلر تساعد الكنسيلر انه يغطي اكثر فبالايام اللي مستعيلة ما ودي احط فاونديشن ودي اريح ويهي فقمت استخدم هذا كجزئية اولى احطها على عيني اول شيء حتى لو كنت احط فونديشن ترى احط اول شيء ادمجه او اوزعه يعطيني تغطية وايد حلوة لونه شوية على اورنج على اصفر فاحس هذا استخدمه نفس كوركتر بس هو مو كوركتر عرفتو يعني مو اورنج اللي حيل لازم اوزعه ولازم اغطيه لا جنا كونسيلر او فونديشن عادي فحط اول شيء اوزعه بعدين احط فوق الكنسيلر بس اذا تمون تستخدمونا كفونديشن ينفحق البشرة الجافة وايد طري على الويه وسهل توزيعه وتغطيته حلوه الكنسيلر اللي وايد احبه بس قبل كنت استخدمه وموايد احبه لانه احس انه تغطيته موايد قوية بس بعدين عرفت شلون الطريقة الصحيحة الاستخدامه بالنسبة لي حق بشرتي وايد ساعدني وخلاني ما استغني عنه اللي هو كونسيلر نارز الكل عارفه وايد معروف الكل يتكلم عنه اسمه راديينت كريمي كونسيلر وايد حلو بس اللي تريك اللي بعطيكم اياها عضيتها حق البنات عندي بسناب شات وايد حبوها لما تحطينا على تحت عينتش خلي تقريبا من ثلاثين الى اربعين ثانية خليش شوية ينشف يعني شوية نقطة اوكي يعني مو دقيقة دقيقتين لا يعني ماكسمم دقيقة من ثلاثين ثانية الى دقيقة خلي تحت عينتش وبعدين يبلي بيوت بلندر ووزعي راح يعطيش تغطية رائعة وراح يعطيش اضاءة حك تحت عينتش انا استخدم كاسترد ميديوم 1 عجيب فرانكي ماما فرانكي بسبوسي بسبوسي دميلة بسبوسي كلبوسي مامي اذا شفتو فرانكي يحس وراي عادي حبي يقعد هني حبي يقعد بقى ماكن غريبة المهم ثاني شي بيتكلم عنا اليوم هذا الباودر فضله هذا الباودر فاونديشن من كلارنس عجيب ذي زوليا صار لهم تقريبا اسبوعين ينن تغطيتها ما تخيلتها انه ايه بهذه القوة اهو يصير كذي نفس لوس باودر بس اوه فاونديشن اسمه skin illusion mineral and plant extract اهو باودر فاونديشن انا اللي دازيلي الدرجة اللي دازيليها وايد زين علي نود 105 عجيب شنو اسوي اخذ هذا اللي هو hourglass احطه تحت عيني بعدين اوزعه اه بعدين اخذ الكونسيلر احطه تحت عيني قلت لكم نفس المدة اه من 30 ثانية الى دقيقه بعدين اوزعه بعدين ايه بفرشة عودة احطها بهذا الباودر واوزعها على كل ويهي تغطيتها ات ينن اه حق استخدام يومي بنات اذا جامعة دوام ما تابين تتعبين بشرتش فونديشن كل يوم تابين شي سريع ينن 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 كل انواع البشرة مكتوب عليه اه حتى اذا كانت بشرتش جدا حساسة اه يقولون لكم ان اه اختبروا اه تكاترة جلدية فجدا امن للبشرة ومنرالز طبيعي كلها معادن فاللي حابه شي يستخدم يوميا اذا حابه شي تغطيتها وايد حلوة ما يقذي البشرة سريع 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 ما رح ياخد منه شوايد وقت فونديشن توزيع وبيوتي بلندر ما لا داعي بس غطيها لا تتش وهذا على طول شذيب فرشة كبيرة ممتاز لوس باودر بديت استخدمها بالفترة الاخيرة وحبيت حال اللي هو من ما ادريشن انطقها التبالا التبالا ما ادري بس هذا لوس باودر ينن هذا موجود تحت بالبوتيك ما علي رح حط اللينك تحت ان شاء الله يكون متوفر لانه دايما يكون سولد اوت وايد حلوة هو دست باودر لوس باودر انا قبل كتت دايما اثبت تحت عيني بكومباكت باودر فيكون شوية وايد ثقيل حق استخدام يومي فقلت خلنا اجرب اثبت بلوس باودر لانه قاعد اشوف كل البلوغرز ميكوب ارتست اليوتيوبرز دايما يثبتون الكونسيلر بلوس باودر ويطلع وايد فلولس وحلو نظيف فكت ابي شي خفيف قاعد ادور على شي خفيف فهذا وايد حبيت ايضا حبيت كلارنس بس هذا حسيت اخف كلارنس شوي كان اثقل فهذا انصح في حيل حط لكم لينك تحت رح تلاقون عندي بالبوتيك وبما انا قاعد اتكلم عن لوس باودرز رح اقول لكم عن هذه البيوتي بلندر اللي قاعد استخدمها من نيكس ات ينن هذه قالتلي عنها حنان نجادة بماسر كلاس سوينا انا وياها وروضا من السعودية سوينا بدبي مع نيكس فكنا قاعد نستخدم اغراض نيكس على نفسنا و انا قاعد استخدم اغراض نيكس على نفسي لاني قاعد اشت ميكب حق نفسي حنان نجادة قاعد احط ميكب حق مودل فكنا قاعد نستخدم وايد اشياء من نيكس ففي اشياء يديدة بالنسبة لنا هذه كانت يديدة بالنسبة لي بس تيانن صراحة ما اتوقعت انها تكون حلوة لها الدرجة وايد زينا حق توزيع الكنسيلر وتوزيع الباودر أو اللوس باودر تحت العين فممتازة إذا لقيتوها بكورنرات نيكس هني يخذوها في وايد بنات قاعدين تزولين هم سافرين فقايروحون نيكس يشترون أغراض فإذا سافرتو او ممكنكم تلاقون إذا لقيتها أونلاين راح أطلوكم لينك تحت فشتروها وايد حلوة تحت العين لأنا قد نتكلم عن تحت العين تثبيت تحت العين نفس ما قلت لكم أحب أثبت تحت عيني بكومباكت باودر خصوصا هني هذا الجفن التحتي لأنه في خطوط مهما استخدمت لوس باودر الخطوط ما تروح فتروح مع الكومباكت باودر عشان تشدي كنت قاعد أدور مركات يديدة لأنا وايد بنات قاعد يقولوا لي دلال بما أنه تصرت فيغان نبي تعطينا أبشنز حق مركات ما يسوون اختبارات على الحيوانات فتوفيست واحدة من هذه المركات فخذيت منهم كنت قاعد أجرب وايد كومباكت باودر حق تحت عيني نفس ما قلت لكم بديل حق شانال فهي الوحيدة اللي حبيتها شريت وايد استخدمت وايد نيكس ما عجبتني وايد بعد شنو كاتفون دي ما حبيتها مع أنه في وايد بنات يمدوحونها بس ما حبيتها هذي اللي اطبقت معاي وهذي اللي حبيتها هذي الكمباكت باودر حلو من توفيست إلا إذا كنت رايحة عرز أو إذا وايد تحت عيني تعبان أحط تحت عيني كلها أما إذا كنت بطلع طلع عادية سريعة وشذي بس أخذ بالسفنجة هذي شوية وبس أحاول أني أملي الخطوط اللي تحت عيني وبس وأطلع فوايد حلوة وما تكتل وما تبين أنه هي وايد ثقيلة إلا إذا حطيته بطبقة يعني هكيد راح يبين لأنه باودر ثقيل بس وايد حلوة أنا وايد حبيتها تغطيتها التيني لحق تحت العين برونزر وايد حبيتها وحطيتها الحين ودائما أحطه بسناب شات دائما تقولولي شنو أحطه على ويهج هذا ما أحطه عشان أقمج نفسي أو أسوي نفسي برونز لأ هذا أحطه بس عشان تعرفون يصير تهجانس بكل شيء بويهي فأحب أحط لون برونز فهذا من عود ميلانو كريم برونز غلوينغ برونز رقم 702 إي ينن وايد حلو وخفيف ولونه أورنجيش بس ما يخلي ويهي يصير وايد غامض لشن مخذتان شوية شي خفيف فوايد حلو هذا من عود ميلانو قعد تسخدمه وايد هاليومين فاللي حابت تشوف برونز يديد ممكن انها تجرب هذا هاني انتقل حق منتجات ماني قيلها ما حبيتها بس بقول انها توقعت انها تكون وايد أحسن أول منتج حبيتها وايد وايد أستخدمها بس توقعت يكون وايد أحسن لاني لما شفتها بالمحل بسفارة لما شفتها يا نيت انا موت على القلتر المهم هذي العلبة او البالت مون دست من ايربان ديكاي هذي عبارة عن شدوات كلها قلتر اتينن اتينن صج اتينن بس مشكلتي معاها انه لما تحطينها بروحها يعني شوف لما تحطينها شي على ايدتش تطلع اتينن لما تحطينها على ايدتش كسواتش اتينن بس لما تحطينها على جفنتش بروحها جفنتش فاضي ما يثبت اللمعة ما تكون وايد قوية فشوية صار فيني ليش حرام فركنتها ركنت البالت قلت لازم ادور طريقة اجربهم لانه يننون فرحت نيويورك مع اهلي الفترة اللي طافت السنة اللي طافت شهر دعش شفت بسيفارة ايربان ديكاي منزلين هذولا هذولا هم نفس الانوان اللي موجودة في البالت ما للآيشادو لكن على آيشادو كريمي liquid moon dust نفس الدرجات بالضبط ست او ست درجات ثمان درجات منزلينهم كلهم على كريمي ايشادوز مو طبيعيين هذولا ما استخدمتهم بروحهم امانة بس استخدمتهم تحت هذول الشدوات هذول الشدوات يبين لهم شي كريمي تحتهم يعني اخذوا اللون اللي انت وعيد تستخدمون اعرفته مثلا الازرق اذا انتو حابين درجة الازرق من البالت اخذوا الازرق وحطوه تحته عشان يثبت ويعطي لمعة اكثر بس انا حبيته بس طريقة استخدامه لما كتلكم لما تشترون احطوا بالكم لازم تكونون حاطين تحته شدو كريمي وبس جدي يخلص فيديو اليوم ان شاء الله تكونون استفدته وستمتعته فيه لا تنسون اذا حبيت الفيديو تسوون لايك اذا عندكم اي اختراح او استفسار تكتبون التحت بالكومنت ولا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يصلكم ايميل بكل شي يديد ينزل القناة شوفكم ان شاء الله فيديوهات لعيه باي باي